نظم قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من نظمة ماري ستوبس بالعاصمة المؤقتة عدن الملتقى السنوي الثاني لقابلات تحت شعار حياة أفضل للأم والطفل بمشاركة 115 قابلة من محافظات عدن ولحج والضالع وشبوة وتعز وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أهمية الارتقاء بعمل القابلات لضمان تقديم خدمات صحية ذات نوعية ومستوى عال من الجودة والمأمونية مشيرا إلى أن القابلات يشكلنا العمق المجتمعي في الخدمات الصحية ويسهمنا في الحد من وفيات الأمهات والمواليد داعيا إلى تطوير وتأهيل القابلات بما يمكنهن من تقديم خدماتهن لأسيما في المناطق النائية بما استعرضت الوكيل المساعد لقطاع سكان الدكتورة إشراق السباعي الدور الحكومي في تعزيز عمل القابلات ودعمهن بما يمكنهن من أدى واجباتهن على وجه الأمثل من جانبه ألقى ممثل مرضمة ماري ستوبس لدى بلادنا الدكتور محمد المقالح كلمة نوها فيها بأدوار القابلات الإنسانية واستعرض عددا من المحطات التي شهدتها مرضمة ماري ستوبس والداعم لعدد من التدخلات في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية